ينضم إليه أيضاً الآن الدكتور خارد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهلاً بك سيدة الوزير أهلاً بك أهلاً بك نعزيك ونعزي كل المصريين كيف نظرت لحادث اليوم سيدة الوزير؟ يعني إحنا فيما يخصنا يعني استعادينا من الصور العلمي بالحادث إن إحنا عندنا لجنة لإدارة الأزمات نتيجة الحوادث السابقة فتم تفعيل اللجنة فوراً تم الاتصال بكل الأطراف المعنية في محيط الحادثة خاصة بمستشفات الجماعية على استخبال الحالات بالتنصيق مع وزارة الصحة إحنا بدأنا في الاستخبال الحالات في مستشفى التخصصي ومستشفى الجماعي الخاصة بجماعة قناة السويس ويتم التعامل حالياً مع الحالات المصابة كما ينبغي كل الأطفال الطبية من كل التخصصات تم توفيرها في المستشفى الفور علمي بالحادث وكل المستلزمات والمستهلكات الطبية بالتنصيق مع وزارة الصحة بجاري التعامل مع الحالات أتعاطي مع الطلاب في سيناء في الفترة المقبلة كيف سيكون؟ لا ده سابق الأوانه يعني خلينا نتكلم على الحدث وبعد كده يعني الأمور الأخرى يعني اتباعاً نستطيع أن نحن نقيم الموقف وعلى ضوء نستطيع أن نأخذ القرارات الدولة المصرية سيادة الوزير أنت تعلم ربما يستخدم هذا الحادث كسلاح ذو حدين للأسف طبعاً هناك شهداء ومصابين لكن الدولة المصرية كيف تستفيد في تصحيح الصورة والمفاهيم لدى الغرب عما يحدث في مصر؟ يعني أتصور أن الإرهاب شفنا في كناس وشفنا في جوامع إذن الإرهاب لا دينة له ولا ملة الإرهاب لا يفرق بين بريء ولا طفل ولا شيخ ولا مسالم ولا ضابط ولا شرطة هو إرهاب خسيس يتعامل مع الأحداث بشكل في خصة وإرهاب ده شيء ما فيش مزدولة معصومة منه إذا كانت مصر بتعاني وبتقود الحرص بالإرهاب بالنيابة عن العالم كله ولكن يكفي إن إحنا نقول إن ده شيء بيحصل في العالم كله في أكبر دول تقدماً وقدر مصر إنها تتعامل مع هذا النوع في الإرهاب ولكن إن شاء الله ربنا ينصرنا على كل الأحداث التي نحن نواجهها بإذن الله شكراً جزيلاً الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كنت معي عبر الهاتف من القاهرة